أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رآ نارا فقال لأمنهم كثوا إني آنست نارا يعلني آتيكم منها بقمس لا وجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس الله وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية لك دوخ فيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكب عليها وأغش بها على غنبي وأغش بها على غنبي ولي فيها مآرم أخرى قال ألقها يا موسى فألقوها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرة أولى واطم يدك إلى جناحك تخرج بيطاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى إذهب إلى فرعون إنه طوى قال رب اشرح لي صبري ويسر لي أمري واحلو العقدة من لساني يفقه قوني وجعلني وزيرا من أمني هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد موتيت سملك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن يقذفي في التابوت فقذفي في اليم فليلقي اليم بالساحل يأخذ عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبت سرين في أهل مدينة ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي وناتنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طوى فقولا له قولا ليلا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطوى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فاعتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد روحي إليناها أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا قال فما بار القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يطل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتا قلوا ورعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها إن في ذلك لآيات لأولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى ولا جدتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوا قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس طحا فتولى فرعون فجمع كيده ثم ماتا قال لهم موسى ويلكم لا تختروا على الله كذبا فيصفتكم بعذابا وقد خاب من افترا فتنازعوا عمرهم بينهم واسروا النجوا قالوا إن هذا لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا ويذهبا بطريقتكم المثلا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلا قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنما تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتا فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فقرنا فاقض ما أنتقى إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إننا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتي مؤمنا قدع من الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاه من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى الأسلم عبادي فاطلب لهم طريقا في البحر يبسا يبسا لا تخاف دركا ولا تخشا فأتبعهم فرعون بجنوده فوشيهم من اليم ما وشيهم وطل فرعون قومه وما هدا يا بني إسرائيل لقد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسنوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطووا فيه فيحل عليكم وضبي ومن يحلل عليه وضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترطى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأطلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غطبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم من يحل عليكم وضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حمنا أوزارا من زينة القوم فقذحناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسيم أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضررا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أبري قالوا لن نبرح عني عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يبنى أم لا تأخذ بنحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول خرقت بين بني إسرائيل ولم ترق بقولي قال فما خطبك يا سابري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولتني نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقولنا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وأنظر إلى إلهك الذي ضلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمن أسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبقه وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حبرا يوم ينفخ في الصور ونحشوا المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن نبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن نبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوجا له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف فلا يخاف ظلما ولا هقما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقطى إليك وحي وقروا إزد لي علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولسوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقوا إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تطمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبنى فأكلا منها فمدت لهما سوهاتهما واطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصا آدم ربه فغواه ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهداه قال أهبطا منها جيحا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدا فمن اتبع هدايا فلا يطل ولا يشقى فمن اتبع هدايا فلا يطل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة طنكا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة طنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتكى آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى قال كذلك أتتكى آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولنها ولولا كلمة سبقت من ربك لكان نزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطرا فالنهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلا ما متعنا به أسواجا منهم لهم زهرة حياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واستضر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أننا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى ترجمة نانسي قنقر